هذا سؤال يقول صاحبه يا شيخ أنا أعاني من وساوس كثيرة جدا حتى أشعر بأنني منافق وخرجت من الإسلام هذه الوساوس التي تدور في النفس وتتردد في الصدر مما لو نطق به لا نطق بأمر عظيم وعليه في هذه الحالة أن يجاهد نفسه في دفعها فإذا عجز عن ذلك فلا يجوز له أن ينطق بها والصحابة لما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوساوس وأن أحدهم يتعاظم أمرها وشأنها ولا يجر على نطق بها قال ذلك صريح الإيمان ذلك صريح الإيمان ولا شك أن الإنسان من نسبة لحديث النفس معفو عنه ولا يآخر إلا إذا نطق أو فعل مع مدافعة ذلك الحديث نعم عليه أن يدافع وأن يمشغل نفسه بما هو أفضل من ذلك من ذكر الله جل وعلا وتلاوة كتابه وشغل وقته بما ينفعه نعم اشتركوا في القناة